في كل وقت بنلاقي في مهن كده متهمة على طول الخط مهما كان فيها نماذج إيجابية ومنورة وحلوة جدا بشكل حقيقي كل فترة كده تلاقي الفن على يعني إطلاقه كده يتهم أنه بقى الفن هو فين الفن بتاع زمان فن هابط الصحافة واحدة من المهن اللي دائما ما توصيبها سهام الاتهام بسبب بعض الممارسات السلبية لبعض المدعين بالامتماء لها بعض الناس يسموا نفسهم صحفيين ويعملوا غلطات فادحة صعبة جدا فتتهم الصحافة ككل بأنها لا مش دي صحافة زمان وفين أيام زمان لكن الحقيقة لكل زمن صناعيته ولكل زمن الكتيبة بتوعه ورجاله المبدعين فيه لازم نصدق كده عشان نفضل ندور على النماذج المضيئة في كل مهنة في كل زمن الصحافة يمكن بترجع يعني تنتفض وتستعيد مجدها وقدرة أصحابها على الكتابة الحلوة بتحقيقات استقصائية بقصص عميقة بصحافة موضوعية حتى بشكل أو أشكال جديدة من الصحافة حتى مثلا الكراس ميديا أو الصحافة اللي بتستخدم كل الوسائط الإعلامية عشان تكتب موضوع زي في حد ذاتها نوع من أنواع الفن الصحفي يعني بشجع حضراتكم حتى مش بس اللي منتمين للصحافة كل الناس إنها تستمتع بدا لكن الأول قبل ما نقدر نستمتع لازم نصدق إنه في كل زمن في ناس شطرة جدا وفي حكايات حلوة جدا وقصص حلوة جدا موجودة في الصحافة المصرية بكتابها المصرية بقول كل المقدمة الطويلة دي ليه؟ لأنه ورغم وجود كل الاجتهادات دي إلا أنها بتتظلم بتتظلم أو أنه حاجات حلوة كتير تحصل وتتكتب وتتنسي حكاية أو موضوعنا النهاردة عن يعني موضوع أو تحقيق استقصائي بديع واحد من التحقيقات اللي أخدت جيزة نقابة الصحفيين سنة سنة فاتت على طول لكن ما حدش فينا يمكن نيعرف عنه حاجة اللي حد ما النهاردة تم إعادة نشره من صحبه الكاتب الصحفي حسن عبد الموجود الزميل العزيز واللي قام بتحقيق استقصائي بيوثق فيه رحلة البحث عن مكتب الأديب الكبير إبراهيم أصلا فالحكاية نطيفة مكتبه إيه؟ إيه فكرة مكتبه؟ إنه الكاتب الكبير إبراهيم أصلا الكاتب التنطوي اللي من الغربية نكبدأ حياته في هيئة الاتصالات اللاسلكية واللاسلكية وكان اسمها مصلحة التليغراف وهتلاقوا إنه مصلحة التليغراف دي كانت موجودة بشكل كبير في رواياته مش عايزة أحكي كتير لكن التحقيق جميل الصحفي عمل المجهود المفروض يعمله عمل الواجب بتاعه دور وجاب معلومات جديدة ومش كل الصحفيين صدقوني بيعملوا copy paste في ناس بتعمل حكايات حلوة وعميقة وجميلة منهم زميلنا العزيز حسن عبد الموجود نائب رئيس تحرير موقع مبتدى وصاحب أو الحاصل على جائزة نقابة الصحفيين سنة 2020 عن هذا التحقيق الاستقصائي مساء الخير عليك سيد حسن مساء الخير سيد دين أولا شكرا جزيلا عن مقدمة البديعة دي لا ده بعض ما عندكم يا فندم على الله خديفي سيد دين أنا أريد سألك حسن عن التحقيقات قبل ما أسأل عن التحقيق ده بشكل خاص يعني الصحافة الاستقصائية بشكلها المتعارف عليه أو الأصلي في أنها تكشف قضية تكشف فساد تكشف خبر تكشف قصة راحت فين من الصحافة المصرية بشكل عام هي الاكتهادات موجودة يعني في بعض الزملاء المقدمة اللي حاجة تفضلت وقلتها الحاجة الكويسة طول الوقت يعني بتتميز بالنطرة فطول الوقت هربق فيه الشكوى دي لأنه مش كل الناس عندها نواية من الاكتهاد اللي يخديه مثلا ممكن يقعد يشتغل عشر ساعات أو اتناشر ساع في اليوم لمدة شهر أو شهر ونص عشان يطلع حاجة تمثله هو في المقام الأول يعني يبقى هو مقتنع في المقام الأول إنه هو بيعمل حاجة لإسمه عشان هو يبقى مختلف في السوق وعشان يبقى هو يعني بيتقال عليه إنه هو مميز في الحتة بتاعته دي لكن كنمازج النمازج موجودة لكن هي مش كتيرة وعشان كده كل ما بيتكتب موضوع كويس يعني مثلا زي موضوعات اللي بيكتبها زميلنا محمد الشماء مثلا في موقع زميلنا في المسائية نوع من الصحافة الجميلة اللي بتدور على بعض الشخصيات الفنية اللي احنا كنا بنشوفها مثلا في أفلام أبيض ويسود وتحولت لجزء من زاكرتنا ولكن بمره الوقت اختفت ما تعرفش الناس دي راحت فين أو أصلا أصلهم إيه أو كذا فهو بيبدأ يدور عنهم وبيقدم يعني ممكن يبقى التحقيق بالكامل عشان نطلع بمعلومة عن أصله هو فين أو المكان اللي عاش فيه أو كذا وبتبقى الرحلة كمان ممتعة جدا لأن كمان فيه جزء يعني تحت البند بتاع الصحافة الاستخصائية بقى فيه برضو فكرة انت عرف حركتك إن أنا بعمل وصفة إن أنا أدي إحاق للناس إن أنا عمل أشيل طبقة ورى طبقة وعمل أقول أنا تعبت وروحت وجيت وبتاع بهدف إن أنا أقول إن أنا عملت صحافة استخصائية وفي الأخي خالص النجهود بسهر عن لا شيء يعني بيبقى بس يعني مجهود شكلي أو حاجة شكلية لا تؤدي إلى شيء لكن الصحافة الخويسة موجودة أصلان واحد من أهم كتاب في مرحلة الستينات في الكتابة واللي كانت بتزخر بعدد كبير من الكتاب في الوقت ده ماذا معنى دورت على إبراهيم أصلان؟ ماذا معنى دورت على مكتب تيليغراف؟ مهنته الأساسية يعني قبل احترافه الكتابة؟ هقول له حضرتك أنا كان عندي علاقة بالأستاذ الزبريم أصلان أستاذي كان باعتبرني ابن وصريق صغير كنت بروح أزوره في مكتبه في جاردن سيتي أحيانا فكان يعني كنت أنا منبهر بفكرة إن هو دايما كان مركز على فكرة الحسف بيقول إن الكتابة لازم تقوم على فكرة الحسف يعني أنت أي كلمة تقدر تشيلها شيلها انت فورا وحتى كان بشكل طفولي كده كان عنده كمبيوتر بيقعد يقول لي بص كده أهو يفتح صفحة وورد ويقول لي أنا أقدر أقضي الكلمة دي وهي شيلها وحطها النحية دي ممكن أشيل السطر ده وحط مكان السطر ده نشوف الكمبيوتر سهل علينا الموضوع بدل ما كنا بنشغبط في الورق بتاعنا لأنه هو دايما مهموم بالفكرة دي الفكرة دي جاية منين؟ الفكرة دي جاية من فكرة أنه أشترك طول الوقت في التلغراف فالتلغراف قايم على فكرة أن أنت بتقدم بتبعات رسالتك بأقل عدد من الكلمات عشان ما تدفعيش فلوس كتير أقوى ومضمون بأقل عدد من الكلمات أصلا عشان تقلل فلوسك اللي أنت هتدفعيها فهو كان حرفي جدا في النقطة دي كان يعني شغلانته هناك ما أثر عليه وكان مشهور حتى زي ما تقل يعني أنه كان فيه ناس يعني بيروحوا عليه مباشرة زميله بيعتمدوا عليه أنه هو يقدر ما يطلعش أخطاء وراه يعني فبدأت أنا يعني وكنت قرية الروالب دي العظيمة بتاعته اللي هي وردية ليل تمام وكنت فاهم طبعا ضمنا أنه يا وردية ليل هي دي اللي حكي عن مكتب التلغراف وحكي وفيها حكي عن مهنته الأصلية مش كده؟ بالزبط جدا تمام مجموع القصصية يعني مش بالضرورة يكون هو البطل بكوبي بيست يعني لكن على الأقل هو استفاد من محطات في حياته في المكان ده تمام فأنا كنت بتكلم مع الأستاذ الشاعر الكبير الأستاذ شعبان يوسف مرة وهو بالمناسبة هو الاختبار الأنسب بأنه هو كمان يشتغل في المكان ده تمام كم يشتغل هم فيه تلات مباني هناك المبنى اللي هو الرئيسي اللي هو فيه الإدارة اللي هو اسمه الديوان والمبنى السنترال اللي هو بتاعت التلغراف المحلي ده كان بيشتغل فيه الأستاذ شعبان وكان أصغر من الأستاذ إبراهيم أصلا طبعا وعرف أن الأستاذ براهيم أصلاً موجود في مبنى القوتو اللي هو فيه الترانك وفيه التلغراف الدولي اللي كان بيشتغل فيه الأستاذ براهيم أصلاً وكان هو كمان شعبان يوسف منباهر به وكان يعني قدر بمرور الوقت ترقى الرئيس وردية لدرجة بقى هو من حقه أنه يروح يقابل الناس هناك ويقابل الأستاذ براهيم أصلاً وبدالما كان بيبعثه الأستوانات كان بيروح يأخذها منه بنفسه وأنا بتناقش معه قال لي ده أنا أعرف مكانه هناك فالحكاية دي بصراحة يعني هي جملة تقلت عبرة كده فأنا مسكت فيها وبدأ أن المسألة خلت وقت طويد جداً لأن كان فيه صعوبة جديدة في دخول المكان لكن قدرنا عن طريق مسؤول مقتنع بقيمة الثقافة يعني وأنه يسهل لنا دخول المكان فدخلنا المكان وهو شعبان يوسف كان كمان يعني بقاله مدة طويلة ومشي من هناك فما كانش متذكر بالظبط المكان بتاع المكتب وبالتأكيد بعد 30-40 سنة تغير أكيد ألف في المئة المكان تغير المكتب اتاخد اتعمل حاجة جديدة بتاع فبدأنا رحلة كده من يعني تقريباً من من الصف يعني طلعنا قابلنا واحد في الأسانسير طبعاً معظم الناس يناكل في سن شعبان يوسف من جيله يعرفوه سعاء وعمال وموظفين وموظفات كان بيهزر معاهم قالونا أنه هو موجود في الدور الرابع أنا كنت قريت في الرواية حكاية كده حوار وكنت دايماً عامل الربط ده في التحقيق حوار بيدور بين البطل وفتاة فهي بيقول له أنت بتشتغل فين فبيقول لها أنا بيشتغل في هيئة المواصفات السلكية واللاسلكية بيقول له اللي هي فين لأ لها عند معهد الموسيقى العربية أنا بيشتغل في الدور الرابع فاحنا طلعنا الدور الرابع الموظفين هناك بدأ بيقول لنا لا ده هو كان بيشتغل في الدور الخامس وحتى كان في بعضهم بيغلق في اسمه بيقول لأستاذ إبراهيم راسلان وكان المفروض عندنا معاد مع الأستاذ مصطفى سليمان وده واحد من الناس يعني يعتبر من الجيل الأديم جداً وكان من حصن الحظ أنه خلاص كان قدامه شهر ويطلع على المعاش يعني إحنا لو تأخرنا شهر عن المعاد ده ما كناش قدرنا نوصل للي إحنا وصلنا له هو أنتوا فضلتوا في رحلة البحث حتى عن بقايا المكتب أو مكان المكتب دي قد إيه تقريباً يعني أكتر من أربع تيام أو خمس تيام وهو أقول لحضرتك هو قال هو المكتب في الدور الرابع هو عمره مشتغل في الدور الخامس وأنا هدلكو عليه بس إحنا يعني لو تقريباً كان محتاج تصريح أو شيء من هذا الخبيط عشان نقدر نتحرك مرة بشكل كويس وفي نفس الوقت قال عشان تطلع بمعلومات كويسة لازم نوصل لحد من أصدقائه الأدام من زمائله اللي كانوا موجودين في المكان وكان حتى بيحصل حوار ما بينه وما بينه الأستاذ شعبان يوسف بينعيش له ذكرته يقول له مثلاً الحج نجاح يقول له لا الحج نجاح متعرفش عنه حاجة دلوقتي يقول له محمد أحمد يقول له لا مش عارفه لغاية ما وصلنا لأن احنا نتذكر اسم الأستاذ سعيد عامر والأستاذ سعيد عامر ده الموال لوحده فضلنا وراه يمكن ساعة ونص في التليفون يعني نحاول نجيب تقصد تليفونه لمدة ساعة ونص لغاية ما جابه الراجل يعني تعاون معنا تعاون كبير وفي الآخر وصلنا له وعد أن هو هيجي القاهرة من أطراف يعني تقريباً من محافظة قريبة كده مش متذكرة تقريباً كان في الألبيع وحاية كده وعد أنه بعد 3 ايام اتدلنا معاهة عند نفس مكتب للأستاذ مصطفى ستنان المهم نزلنا الدور الرابع بعدها وبدأنا نتحرك في المكان الشكل القديم اللي أنا كنتم متخيلوا بالضبط فيه الرواية بتاعة ورديتليل يعني زي ما هو كان كاتب بالضبط الأبواب اللي كان إديال اللي القديمة والمكان ما لقيتوش اتغير كتير الهيكل نفسه ممرات بالشكل العام بالروح ما اتغيرتش وده خليك تترجم كقارئ بقى وتلميذ لكاتب الكبير إبراهيم أسلان روعت الناس دي في الحكي وفي ذكر التفاصيل مش كده؟ طبعاً يعني حاجة أنا كنت بحس كده حاجة رهيبة بصراحة أنا عدت على مكتبه بالمناسبة وشفت اللي كان بيشوفه البطل هاولا حركة إزاي شفت الزاوية دخلت المكتب المكتب بقى عبارة عن مكتبين يعني هو تقسم نصين والشباك اللي وراه اتقفل وتحط مكانه تكييف لكن لما تعود على مكتبه وتبص الأدام بتلاقي زي البطل بالضبط بيبقى شايف الباب والباب وصاده باب وورا الباب التاني شباك تاني بيطل على القهرام وبيطل على مبنى الكنيسة اللي كان بيشوفهم البطل ولما تتحرك في المكاتب المجاورة اللي كان بتحرك فيها محمود أو مش متذكر الاسم محمود أنا أظن تمام كان بيشوف تقدر تشوف الحاجات اللي كان بيشوفها البطل في التوقيت ده حواليه يعني سواء في شارع رمسيس أنا عايز أكرر كتير اللي انت بتحكي عنه بس اللي مش بتابعنا من أول مكالمة أنه التفاصيل اللي أستاذ حسن عبد الموجوب بيقولها لنا دلوقتي اللي بتحكي عن وردية ليل اللي كتبها الكاتب الكبير إبراهيم أسلان والمهنة بتاعته اللي تأثر بيها في أعمال كتير مش كده؟ بالزبط كده وكان من ضمن التعليقات اللي حبيت هنا أن الناس مبسوطة بفكرة الربط ما بين الرواية وما بين المهنة الواقع أو البطل وما بين إبراهيم أسلان نفسه ولما جيه كمان الأستاذ سعيد عامر يعني كان هو في حد ذاته كان كنز كدير جدا وحكي لنا كمية قصص مهولة يعني جيه في اليوم ده وكان يعني تقريبا يتحقوا اليوم احتفالي لأنه زميله اللي خلاص كانوا على الناس الهديمة جدا اللي هم على خلاص يطلعوا على المعاش لما الخبر انتشر في مبنى الأوتو أن السعيد عامر موجود بدأوا يعني تقريبا يدخلوا بأفواج عليه يعني مش بس نحن اللي عايزين نشكرك بقى أنك أنت عملت تحقيق صحفي بديع لكن كمان مبنى التليغراف نفسه وكل الموظفين فيه اعتقد أن أنت أحييت روح جديدة وديت أمل يمكن لناس شاطرين أنهم يبقوا كتاب وأدباء زي الكاتب الكبير إبراهيم أسلام أنا عايزة قبل ما أختم مع حضرتك بس يعني أقول حاجة بس في حضورك أو أنك تبقى سامعة أنه ده المجهود ده كله اللي حدك بتوصفه نتج عنه تحقيق صحفي ثمين جدا وقوي جدا وشجع الناس أنها تقرأ عن كاتب مهم جدا جدا وأي كتابة عنه هي كتابة بلغة الصحافة كده تبيع تتقري الناس تحب تدور عليها لكن كمان عشان برضو اللي بيحبط لما يلاقي صحفي يقوله هبعت لك على الواتساب حاجة ويكسل حتى يكتب السؤال يبعت له الأسئلة في فويس نوت ويستنى الإجابات ده فرق دي مدار الصحفية تختلف عن بعضا أنا بسكرك أنا اللي بشكر حضرتك جدا أنا بسكرك 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 الكاتب الصحفي حسن عبد المجود نائب رئيس تحرير موقع مبتدى يمكن يعني معرفش ممكن تحسوا إن احنا كده منحزين لمهنة الصحافة لكن حقيقة لا إحنا مهنة حزين لكل نوع من الإبداع ممكن يتعامل بتطقيق وبتحقيق وبكواليس جديدة وبأخبار جديدة بالمناسبة الكاتب الكبير إبراهيم أسلان ابنه كمان صحفي في جريدة الشروق هشام أسلان والكاتب الكبير فيه حاجات مشهورة قوي غير وردية لي لكن كمان مثلا الفيلم الكبير الكتكات مأخوذ عن مالك الحزين مأخوذ وليه رواية شهيرة جدا هي عصافير لي كاتب كبير تقيل اللي ما قراش لإبراهيم أسلان فيته كتير والكلام اللي قاله أستاذ حسن عن الحذف والاختصار إذا كان الكاتب الكبير إبراهيم أسلان أسس ليه في الستينات فده واحد من التقنيات الحديثة للكتابة دلوقتي لأن الصحافة بقت صحافة إلكترونية ولأنه كتابة الدجتال ليها مقاييس ومعايير جديدة فأهم حاجة اللي بيتعلمها اللي بيكتب دلوقتي كتابة جديدة إنه يحذف ويشيل حتى لو كانت حاجة عزيزة وغالية عليه فده بيقول لنا برضو حاجة جديدة إنه واحد من الكتاب اللي كان سابق وقته بكتير اشتركوا في القناة